في قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام توصل إلى غايته وهو استخراج أخيه بحيلة هذه الحيلة لا تخالف الشريعة لم تنص الشريعة على تحريمها وبالتالي لم يفعل شيء لا في الغايات ولا في الوسائل يخالف الشرع أما في قصة نعيم بن مسعود فالشرع نص على أنه في الحروب الحرب هدعة ويجوز فيها الكذب وبالتالي ليست مخالفة شرعية قبل أن أستودعكم الله انشروا لا تموت الأفكار بموت صاحبها ومكيابيلي لا يزال يحكم كوكب الأرض